هنبدأ الجزء الثاني بتاعنا في قصة برق بنزين المتسبق العظيم بيبدأ الجزء الثاني بعجواء مشوقة بنشوف ساعتها العربية جسوس اسمه جنه مصور وكانوا عاملينه كده زي ما يكون جيمس بوند بيبدأ الجسوس دون وهو ناكب مركب وماشي في المياه مرة واحدة بتطلع لهم سفينة تانية مقاتلة بتهديدهم ان هما ماينفعش يكملوا لان مش مسموح ليهم وبيقول للسفينة ان هو لازم يلف ويرجع تاني المركب فعلا بيسمع الكلام وبيلف نفسه ويرجع للمكان اللي هو جاي منه في الوقت اللي جنه مصور كان خلاص اختفى من عليه كانوا بكل سهولة قدر ان هو ينزل منه ويمسك في المركب الكبير واللي بترجع تاني للمكان السرل اللي هو كان عايز يوصله من الاول واللي كان مبنى كبير منور في وسط المياه قدر ان هو يتسحب ويطلع للمكان دون بيصور العمليات الغير قانونية اللي بتحصل جوه واللي كان القائد بتاعها عربية صغيرة كده اسمه البروفيسور زيدناب بيفضل ان هو يصور كل حاجة بتحصل وده لحد ما البروفيسور زيدناب بيقدر ان هو يشوفه بيؤمر رجالته ان هم يجري وراه ويطردوه وجن بيفضل ان هو يهرب منهم بيفضله يجري وراه بعد في المكان كتير لحد ما بيطلع فوق على السطح وهم كلهم بيحصروه جن بيجري بسرعة بظهره وبينزل في المياه وطلع ان هو عنده امكانية ان هو يمشي على المياه وبيفضل بعدها برضو السفينة الحربية تجري وراه الطرد بس بينجح في الاخر ان هو يغطس في المياه ويهرب منهم بنروح بقى لقرية نبع ردياتير لسبناها في الجزء الاول بعد ما تحسنت كتير بنشوف ماطم وهو ماشي بيدلع على الطريق الجديد بتاعهم ماطم كان مستني بنزين علشان هيجي وفعلا بنزين بيردع بكاس البستو الجديد وبيقولهم ان هم يخلوا للكاس اسمه على اسم الدك الله يرحمه بيتكلموا مع بعض وبنزين بيقولوا ان هو عايز ياخد سالي ويتعشوا عشوار رومانسية لوحدهم بالليل ماطم بيزعل ويضايق من الكلام كده وبيقولوا ماشي روح وانا مش هاجي معاكم فعلا بالليل بنزين بيجهز عشر اق كده لسالي وبيعضوا هم اللي يتكلموا وهناك بيظهر ماطم وهو عامل نفسه جرسون في المطعم اللي هم كانوا فيه دوما كان شغال بالنامج على التلفزيون بيظهر فيه رجل اعمال اسمه سير اميال كان عنده شركة وقود كبيرة جدا سير اميال كان يحاول ان هو يلف العالم كله وهو في المنطقة بتاعت الغابات البرية دي بيحصل معه موقع وان هو ما كانش يلاقي ساعتها بقول فاضطر ان هو يخترع وقود بديل طبيعي ويستخدمه لمدة 36 يوم لما بيرجه من الرحلة دي تفكيره بيضغير خالص وبيقفل شركة الوقود الكبيرة بتاعته وبيكرر ان هو يفضل على الوقود النظيف اللي هو اخترعه دوا ولي مسميه أولانول وكمان غير مطور الديزل بتاعه بيه كان عايز يعمل دعاية الوقود الجديد ويثبت العربيات كلها ان هو أحسن من البنزين القديم بيكرر ان هو يرعى أكبر سباق في العالم ولي مجمع فيه كل عربيات السباق المشهورة في كل مكان المفروض ان برق بنزين كان واخد أجازة من السباق بس بيطلع ساعتها واحد اسمه فرانشيسكو كانت سيارة فورملا 1 على البرنامج بيقعد يتكلم وحش على برق بنزين وساعتها ماطم ما بيستحملش الكلام اللي هو بيقوله وبيتصل بيهم على التليفون كان بيحاول يرد على فرانشيسكو الكلام اللي هو بيقوله عن برق وطبعا علشان ماطم تقريبا كده يعني عبيض فرانشيسكو كان مبهديره ساعتها بنزين هو كمان بيجي وبيشوف اللي بيحصل ومبيستحملش اللي بيتقامل في صاحبه وبيخش هو يتكلم مكانه على التليفون بيسخنوه ساعتها وبيعرضوا عليه ان هو سابق ضد فرانشيسكو في السباق ده وهو ساعتها ما بيلاقيش حل قدامه غير ان هو يوافق بيتدبس برق في السباق ده وبيكرر ان هو ياخد ماطم معاه علشان سالي بتطلب منه كده لان ماطم حلم حياته ويشوفه هو بيسابق وفعلا بياخد ماطم وبيطلعه على توكيو واللي كان هيتعامل فيها اول جزء من السباق ده كان فيه مؤتمر قبل السباق هيطلع فيه بنزين وماطم معاه وماطم طبعا بالعدها بتاعه واحرج برق بنزين جدا ووصلت لدرجة ان هو سرب زيت قدام كل العربياء بنزين بيتكلم معاه وبيقوله ان هو لازم يمزك نفسه شوية وماطم ما كانش مصدق اللي بيحصل ان هو عمره مصرب زيت قبل كده بيقوله روح بسرعة وربط طبط الزيت بتاعك في الوقت اللي بيظهر فيه الجسوس اللي ظهر معانا في اول الفيلم وكان بيدور على العربية معينة بيقابل هناك عميلة شغالة معاها اسمها دريكسيون بتقوله اخر المعلومات وان فيه عربية امريكية لونها ازرق هتيجي فيها جهاز تتبق وان هم لازم يوصلوا للعربية دي وهو بيتكلم معاها بيشوف البروفيسور زنداب اللي هو كان شافه في المكان اللي في المائة بيقول لدريكسيون ان هو مقدرش يقوم بالعملية دي لان البروفيسور لو شافه الموضوع كلها يفشل لانه شافه قبل كده وبيقول لدريكسيون ان هي بقت العميلة الاسسية في المهمة دي وهي اللي هتقوم بيها في الوقت اللي مطم بيوصل للحمام واللي كان شكله غريب ومتطور جدا في اليابان بقى وكل ده علشان يربط طبط الزب بتاعته ولسوق حظه كان موجود في نفس المكان العربية الزرقى الامريكية اللي هم بيدوروا عليها وكانت متنكرة واحد من الاشرار بيوصل للعربية الامريكية دي وبيتخارق معاه وعلشان كده بيخافع الجهاز التتبع اللي معاه وبيزراعه في ماطر دريكسيون لما مشت ورا جهاز التتبع بتشوف ان هو المفروض يبقى ماطم اللي معادي من قدامها ده دريكسيون بتروح تتكلم معاه على انه العميل اللي جاي من امريكا عم ماطم بقى كان مفكر ان هو اشاءتها وهيروح في معاد رومانس بنروح بقى للعربيات القديمة واللي كانوا يمسكوا العميل الامريكي بيحطو له الوقود بتاع اللي نول وبعد كده بيطلعوا كاميرا التصوير من بتوع التلفزيون وبيوجهوها عليه بيحاولوا ان هما يطلعوا منه معلومات عن شريك وبيطلع البروفيسور زنداب هو اللي بيحقق معاه لكنه ما بيحترفش بأي حاجة البروفيسور بيقوله انك لما اعترفتش الوقود الانون اللي احنا بيحطه لك دون لما بيتعرض الاشعة بتاعة الكاميرا اللي احنا موجينا عليك دي بينفجر وبيعرفوا من الكاميرات بعد كده ان هو حط اللي بيهز دون في ماطم وبيفكروا ان هما شريك وبعدها بيقضوا عليه بتبتلي المرحلة الاولى من السباق طبعا بنزين مكانش طيق فرانشيسكو خالص واللي كانوا بيعندوه في بعض قبل ما يتسب العميل جلنا مصوره العميلة دريكسيون كنفوق بيتابعوا السباق واللي بيحصل فيه وكانوا مستنيين في نفس الوقت العميل الماطم اللي هو المفروض عميل السرلي اللي جاي من امريكا كانوا عايزين ياخدوا منه الصور المهم اللي هو جابها لهم بس لما بيعملوا سرش عليه بيلاقوا ان هو واقف في المحطة بتاعة برق بنزين ساعتها بيستغربوا جدا ازاي جاسوس تدريبه عالي زيه يقف حتى ما تشوفها للعربيات كلها زي كده بس ساعتها انه بيجي في دماغهم ان دي خطة من خطته وانه هو بيعمل كده علشان يبعد عنه الشبهات ويباني ان هو عربية عادية بدأ السباق وبنزين كان هو الاول وطبعا كان فيه عربيات في السباق ده ومحتوط لها وقود الانول اللي هم اصلا بيعملوا عليه دعاية بنشوف العربيات القديمة وهي جايبة الجهاز بتاعهم اللي محتوط في الكاميرا وموجهينه على العربيات بيشغلوا جهاز الاشعاع دوا وفعلا بيدمروا العربيات اللي بتستخدهم من الوقود ده وهما بيعملوا كده بيشوفوا مكان ماطم اللي كان واقف في المحطة الرئيسية لبرق بنزين واحد منهم بيروح علشان يخلص عليه المفروض ماطم كان بيتكلم مع برق بنزين علشان يوجههم في خلال السباق في الوقت اللي سالي بتدخل على الموجة ديان وبتتكلم مع ماطم علشان يتقابله وده بيخلي ماطم يقول كلام غلط لبرق بنزين بيخليه ان هو يخسر السباق السباق بيخلص وبيولع ثلاث عربيات من اللي بيستخدموا الوقود الجديد بتاع لينول وطبعا الناس كلها بتتكلم على انه وقود مش امن وهو اللي بيسبب الانفجارات ديه بنزين بيروح لماطم وبيعادبوا على اللي هو عمله ده وبيقوله ان من هنا ورايح ما هوش عايزه يساعده تاني في اي اسباب ماطم بيعرف ان هو غلط غلطة كبيرة وبيحاس بالزعل تجاه برق بنزين وبيقرر ان هو ياخد بعضه ويروح المطار ويرجع للنبع ردياتيه هناك في المطار بيجيله جن مسور وهو متنكر في زي شورت بيجي قدامه وبيعرفه بنفسه ان هو عميل للمخابرات البريطانية ماطم بيقوله اهلا بيك معك ماطم وانشي بسلسلة بيظهروا العربيات الخفيفة الصغيرة وبيجروا وراهم بس الجاسوس بياخد باله وبيقدر ان هو يهرب منهم هو ماطم وبيروحوا ويركبوا الطيارة الخاصة للعميل جن مسور هناك على الطيارة كانت سالي موجودة وبيعودوا هما التلاتة يتكلموا بيطلعوا الجهاز اللي كان العميل الامريكي زرعوا في ماطم وبيشوفوا منه الصغر المفروض كان هو يسلمها لهم بيبقى فيها صورة المطور بتاع العربية المسؤول عن كل اللي بيحصل ده لكن الصورة ميبقاش فيها اي تفاصيل تقدر تدلهم على صاحبها ماطم بيقول لهم معلومة ما كانوش عارفينها وانه هو لسه مغير قطع غيار جديد واللي كانت موجودة في الصورة دي وانها كمان قطع غيار اصلية ساعتها العميل السري بيقول لهم انه هو عارف مين اللي بيبيع القطع الغيار الاصلية دي وبيطلب من الطيار انه هو يتوجه للبريس بيوصلوا بريس وبيروحوا بسرعة للتاجر اللي بيبيع قطع الغيار دي بيوريله صورة المطور دوا علشان لو يعرف العربية صاحبة الصورة بيقول لهم انه هو لسه بيع قطع الغيار للصورة دي في اعلت بيعها العربيات خفيفة قديمة كده عندهم اجتماع في ايطاليا فبيتقرر المجموع ساعتها ان هما لازم يروحوا لإيطاليا لان هناك اجتماع العصابة اللي جاي بيطلعوا على طول على ايطاليا علشان يوصلوا ليهم وماطم هناك بيخلوه يتنكر وبيدخل الاجتماع السري بتاع الاشرار الزعيم برضو هو بيكلمهم ما كانش ظاهر وكان بس ظاهر في الفيديو والمطور بتاعه بس ماطم ساعتها بيعرف الخطة اللي هما عايزين ينفذوها هما كانوا عايزين يشويهوا صنعة الوقود البديل علشان كل العربيات تسيبها منه وترجع تاني للبنزين لان الشخص دوا هو والمجموعة اللي معاه بيتحكموا في اكبر بيل بترول العالم تعايزين يردوا على الوقود الجديد دوا ورجل الاعمال اللي وراه علشان اكيد هيخسرهم كتير وفعلا بيكملوا تنفيذ خطتهم في الجزء التاني من السباق ويفضلوا يفجروا العربيات اللي بتستخدم الوقود البديل ده طبعا بعدها الناس كلها خلاص بتقتنع 100% ان الوقود البديل دوا هو السبب حتى مستر اميال الرجل الاعمال اللي اخترع الوقود ده بيطلع للصحافة ويكلم ويقولهم ان هو خلاص اقتنع هو كمان ومعادش هيغامر بأي عربيات تاني وان هو قرر ان المرحلة الاخيرة من السباق يتخلى عن الوقود البديل ده وان العربيات تتسابق ببنزين من العادي ساعتها العربيات الصغيرة دي بتحتافل علشان خطتهم نجحت خلاص وهيرجعوا تاني للبنزين الطبيعي بس برق بنزين بيفجرهم على التلفزيون وبيقولهم ان هو هيفضل يستخدم الوقود البديل ده لان هو حبه وان هو كمان مش بيصدق ان هو السبب في الانفجارات اللي بتحصل في العربيات دي بتقالوا العربيات ساعتها ان هم لازم يفجروا برق بنزين بنفسه في الجزء الاخير من السباق علشان الخطة بتاعتهم تكمل بس هم بيتكلموا بماطم وبيحصل تغيير في الهيئة التنكرية بتاعته وبيتكشف ليهم بيجري بسرعة ماطم علشان يلحق ان هو يحذر بنزين من الخطة اللي بتقامل عليه وان هو هيتفجر ما بيلحقش ان هو يوصل للمكان اللي فيه برق بنزين لان العربيات بتجري وراه بتخطفوا قبل ما يندر ان هو يوصل ليه كانت قاعد عليه هو ودريكسيون وجل مصور وكانوا قدامهم دقائق معدودة وهيتفجروا كلهم وكمان ماطم هيشوف صديقه برق بنزين وهو بينفجر بيشغلوا الكاميرا على برق بنزين لكنه ما بينفجرش فبيقرروا ان هم ينتقلوا للخطة البديلة ان هم يروحوا بنفسهم هناك ويحطوا كنبيلة على خط النهاية بعد ما يمشوا ماطم بيحاول ان هو يحرر نفسه ويقدر فقلا ان هو يشغل حاجة من حاجات الجواسيس كانوا حطينها فيه ويقطع الحباب بيروح هو بسرعة علشان يلحق صديقه برق بنزين وجل ودريكسيون كانوا ادرب مهاراتهم ان هم كمان يهربوا من الحبال اللي كانت ربطاهم لما بينزلوا بيشوفوا فلتر الهوا بتاع ماطم متغير وبيفهموا ساعتها ان هم حطوا مكانه كنبيلة وبيعرفوا ان هاية دي كانت خطتهم ان هم يعملوا نفسهم من الكاميرا يسيبوا ماطم يهرب ويعرفين ان هو لازم هيروح يحذر صاحبه بالكنبيلة اللي موجودة فيه دي ماطم بيكون وصل لبرق بنزين وبرق كان عايز يعتذر له على طريقة الكلام الوحش اللي كان كلمه بيها العميلة كانت كلمة ماطم وقالت له على الخطة دي ان هو دلوقتي ماشي وفيه كنبيلة مكان فلتر الهوا هناك ماطم كان بيحاول ان هو يبعد عن برق بنزين علشان لو انفجر ما يقزهوش وبرق بنزين كان بيحاول ان هو يجري وراه ويوصله علشان يعتذر له على الكلام اللي هو قاله بيوصل العمل السريين لماطم في الآخر باستبيله ان كنبيلة متركبة من ساموني المختلفة نفس الساموني اللي كانت يجبه في العربية اللي كانت في الصورة العربية كان فادلها دقايق وتنفجر الكمبيلة اللي في ماطم كان فادلها دقايق وتنفجر مكانش فيه حل علشان مش عارفين يفكه الساموني دي الحل الوحيد اللي قدامهم ان هي توقف بالصوت اللي برمجها وفعلا كانوا قابضوا على البروفيسور زنداب علشان يوقف كنبيلة دي لكن صوته هو كمان ما بيوقفهاش ماطم بيتجيله فجأة كده لحظة تجلي وبيعرف ايه اللي بيحصل بيفهم الخطة اللي معمولة بيروح بسرعة وبيقول مستر اميال صاحب الوقود البديل ان هو الشرير ماطم بيقول لمستر اميال ان هو اللي كان بيتكلم في الشاشة مع الاشرار وهو صاحب الخطة دي كلها وان هو عمل وقود قلانول ده مخصوص علشان يسوق سمعت كل الطاقة البديلة وعلشان يقفل البوابة بتاع الطاقة النظيفة دي كل السيارات بعد كده ما يبقاش فيه تفكير غير في البنزين الكمبيلة كان نقص لها ثواني وهتفرقع وتنفجر فيهم كلهم وقبل ما الكمبيلة تنفجر بثانية فعلا مستر اميال بيقول لكمبيلة توقف وتوقف ماطم ما طلاش عبيد ولا حاجة وطلع ان هو فعلا عارف كل اللي بيحصل بيفتح الكبوت بتاع مستر اميال وبيطلع فعلا نفس المطور اللي هم شايفوه في الصورة برق بنزين كان فرحان قوي بصاحب ماطم وإلا كمان اتشرف ملجة انجلترا علشان الحاجات اللي هو عملها دي وبيرجعوا بعدها هم الاتنين لنبع ريدياتير وهناك ماطم بيجمع الناس كلها علشان يحكي لهم على حكايته مع برق بنزين وهناك برق بنزين كان نظم سباق في مدينة نبع ريدياتير وجن ودركسيون كانوا هناك وبشكروا ماطم على اللي هو عمله وبيرجعوا تاني علشان يكملوا مهمات الجستوسية بتاعته وبيرجعوا ماطم وبرق بنزين تاني عزيز حالب عيشين شنابة رديتير